موسيقى أنا عندما أسوي المنسف عادة أستخدم نوعين من الأرز أخلط البسمتي مع المصري يمكن وائد ناس ما يسوون الحركة هذه لكن أنا أسويها علشان ما أبغي العيش يكون معجن هم يسوون شوي لين ترى بالضبط أنا أحب أدخل فيه الأرز البسمتي لأنني حتى من مدة سويت كورسات عن أنواع الأرز وطبعاً وائد وصفات أنا سويتها وخلط بين النوعين واطلعت الوصفات جميلة جداً فعندي هنا نوعين عندي مقدار من الأرز البسمتي ومقدار من الأرز المصري وعندي هنا مقدار من الروب اللي هو الزبادي وعندي هنا مقدار من البصل الأبيض مفروم وطبعاً مرق اللحم راح أستخدم أنا اليوم موزات الخروف الاسترالي أحب شكله وقت التقديم وأحسه هو يكون طري مع طبق المنسف وطبعاً المكون الأساسي حق وصفتنا اللذيذة هذه اللي هو الجميد طبعاً اللي هو هذا الجميد الكركي أنا يبت كسرته ونقعته في ماء حار وبعدين طحنته في الخلاط علشان أحصل على السائل اللي أنا راح أسوي فيه اللي هو السوس اللي راح ينطبخ فيه اللحم فيه ناس أو اللي هما المطابخ الأردنية يطبخون اللحم من الأساس في الجميد بالجميد صحيح لكن أنا عشان أسهل على نفسي أسلقه وخلصه وسوي الجميد وأخلط في الجميد اللي هو مرق اللحم والنتيجة تكون إن شاء الله مرضية طبعاً اللي معروف عنه العيش اللي هو مال المنسف يكون لونه أصفر طبعاً هو يكون أصفر لأننا احنا نستخدم مع الططف شوية من الكركم وطبعاً في الأردن نفسهم عندهم إبهارات خاصة بالمنسف فأنا لما ساعات أنزل أو إذا حد من ربعي رايح أو هذا أوصيهم يبولي شوية إبهارات منسف أنكه الأكله وطبعاً علشان الجميد يطلع صح لازم أستخدم مقدار من النشف وعندي هني مقدار من البقدونس المفروم وطبعاً للتزيين عندي هني اللوز المحمص وراح أستخدم مقدار من الصنوبر وعندي هني شوية سمن سمن ملح وفلفل وشكراً ما في ولا شي ثاني وصفتي جداً بسيطة وسهلة وما فيها تعقيدات ما فيها بهارات ولحم مجاهز فالحين أول شي راح أبتدي وياج راح طبعاً أسوي الجميد علشان أحط اللحم ياخذ راحته ويستوي في الجميد وبعدين نسوي العيش ويبعض وإحنا نسولف شرايك؟ يلا أول سؤال أنا حابة أسألك تفضلي طبعاً أنت فنانتنا القديرة وأنا واحدة من أشد المعجبين بأعمالك الصراحة حبيبتي يا حبيب فكنت حابة أسأل لما اخترتي أنت أنت تكونين ممثلة القرار هاي طلع من وين شلون اكتشفتي أنت ممثلة أنت تصلحين تطلعين على الشاشة وتخلين اللي يشوفت يستمتع الصراحة بالأدوار اللي أنت تقومين بها أشوفي هي لا دراسة ولا شي هي هواية في النهاية أنا كنت هواية من صغري يعني حتى الوالد كان الله يرحمه ما كان يخلينا نشوف التلفزيون بأمانة غير المسلسلات الإسلامية غيس وليلة أنت رعب له أبيض وسود فكنت حتى وأنا صغيرة أيام الدراسة أمثل أمثل طبعا على الصغارية ودائما أنا أتكلم في هذا الموضوع في كل لقاء لأن كنت أنا أصلا من البداية حطي باريني مش ممثلة يعني استبعدت بحكم الله لتعرفين شوية كانوا متشددين وشي بس بعد الزواج قلت لا طبعا لي مطلق الحرية كنت ناوية أنا أصير مدرسة بأمانة يعني بس على فكرة يعني شخصيتك بتكونين مدرسة جيدة يعني أتوقع طالباتك كانوا بيستمتعون في الحصة وياك لا هذا شوفي هذا لو كنت ممثلة وعقوب استويت بيحبوني بس يدي مدرسة ما أظنتي لأن أنا في الفداية يعني طبعا أنا من النوع اللي كنت ويد عصبية ويد أتنرفز حتى في البيت بس بعدين يعني تعرفين الواحد مع الكبر شوي شوي بدا يطخ يهدى 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 يعني حتى في مجال عملنا أنا تعلمت بأمانة الصبر من ممثلين الكبار العمالقة الكبار الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا الأستاذ سعد الفري كنا لما نشوف نحن نسير يمكن أنا من الجيل اللي بنقول مو بجيل حياة وسعاد اللي بعد في بداياتي الحمد لله أنا قدرت أوصل لها العمالقة الفن تعلمت منهم أشياء كثيرة الصبر الانتظار الالتزام وايد أحب الالتزام فهذا اللي خلاني شوية أطخ مثل مثل ما يقولون ما عندي العجل للجسمة كنت هاوي المجال الشي في حياتي يعني مو بني أنا مثلا مثل ما ذكرتك في البداية أني أنا كنت دار سلا والحمد لله والحمد لله الصبر يعني يمكن حتى ما نرقد بأمانة بالضبط نتجهز نبقى نلبس نسوي نسوي العقوس على أيامنا ما نبغي نقول لحنا كبار يعني بس نتريع العيد بفارغ الصبر عشان بس نلبس عشان بس نشيل الشنطة كانت حيدينا هاي اللي تلمع كل شيء كان يلمع حتى شريطة الشعر كانت تلمع حتى شريطة كانت تلمع نعم بس الحين طبعا الوقت تغير كل شيء تغير يعني أنا من قبل الأربع سنوات كنت دائما في العيد أكون عند الوالدة الله يرحمها نتيم ما عندها بس بعد ما توفت الوالدة لا طبعا الأهل في بوظبي بما أني أنا ساكنة في عيمان والأهل في بوظبي فعادي عندي يعني ما أطلع مش من النوع اللي ممكن أحط لي مثلا خطة أني ممكن أطلع يا لها الأيون عندي حاليا ولا أنا أصير عند الهل وهذا الشيء طبعا بعد خف لأن تعرفين الحين كل واحد مشغول ما في حين ما في شيء اسمع عيد العيد يبدأ من الصبح لين فترة الظهر وانتهى أو لين فترة العصر يعني أنا دائما أقول أقول العيد حق الأطفال بضبك شوفي أنا حين بديت أسول جميل أنت شو حطيت يا وشي روب حطيت للجميد السائل اللي هو اللي أنا مجهزته مع الروب مع الروب الحين راح أضيف عليهم النشا طبعا النشا لازم أنا أخلطها على البارد وطبعا لازم أكون حريصة جدا إني ما أضيف ملح لأن الجميد مالح آه الجميد مالح فإذا أنا ضفت الملح الوصفة راحت الحين طبعا بحط الجدر على النار وبكدي أضيف مرق اللحم الحين شوفي أنا حين حطيت الجميد والروب والنشا أحين أخلطهم طبعا لازم أضيف مرق اللحم من الأساسيات علشان يطلع الجميد عندي صح زين بسألت ضروري تحطين ماء اللحم ولا أي ماء عادي ماء اللحم يعني لك آه عشان لك بس ممكن تحطي الماء العادي ممكن بس هو ألذو يا مرق اللحم طبعا هذا يبي له تحريك مستمر لغاية ما أنا أحس أنه خلاص يعني المقادير تجانست والجميد مرح يكون مفكك عندي وعقب راح أحط قطاع اللحم وخليهم على نار هادية خليهم يستوون على راحتهم وعقب أبدأ أسوي العيش العيش أوكي والعيش كيف تسوينا كيف الطريقة العيش الله يسلميش أنا أسوي بطريقة جدا مميزة أنا أحمر بصل أول شيء أوكي مع السم وأحط لهم الكركم أوكي وبعدين أضيف العيش وأخلطهم أغلف حبات العيش بالخلطة هذه تقليل العيش معتفورين عقب أحط عليه الماء الماء هي